كان بيهسر ان انا في لعبة يبقى فرحه اتاني يوم يعني لو انت طبيعي طبيعي اصلا انت بتلعب في النادي الاهلي و بتلعب في كيان كبير بتلعب في طولة مهمة تلعب في طولة مهمة زائد ان انت لعب كبير علايب مهم في الفرق بغض النظر انت بتشارك او مش بتشارك او الرجل هيتميد عليك او م هايتميدش عليك و تحديد الافراح ده ببقى لها شهرين و تلعت شهور شهرين مش يوم بكرة فطبيعي انا طبيعي كده يعني انا بمسك الجدول مع الاداري احنا لو اتأهلنا حتى لو ما اتأهلناش بالتوقع حتى لو احنا فيه ادوار ببعد عن التاريخ ده وفي مباراة يقولك ايه هتتلاقي بيه يوم 18 يا 19 يا 20 انا اتتلاقي بيه انا دول انا مشبور لا ابعدني بقى عن التلات يام دول وحددلي اللي هو مثلا يوم 21 فده طبيعي فالمفاجأة بالنسبة لنا ان انت سواء انت الراجل هيعتمد عليك او مش هعتمد عليك لا بكل المقاييس ما ينفعش سواء ان اتفقت مع مجلس ادارة او ما اتفقتش ده مش مش مع ادارة النادي الاهلي او مش مع كيان النادي الاهلي مع احترامل اي قرار اتاخد بس انا بتكلم على احساسي الداخلي ان ان انت تعتذر عن مباراة مش هنقول عشان عزى يعني ايوا انا دايما اقول كده انه لو ما فيه فيه زروف كهرية لو قد الله في حالة وفاة فانت معلش زروف مراهون عطي ان انت خاركت من معسكة بزاك عشان والده وتيجي من المدير الفني وتيجي من مجلس دارة ما تجيش صح يعني تيجي من الادارة انت ما تجيش طب انا عايز اجي لا ما تجيش صلاص خليك عندك وخلي بالك فيه لعبة كتير جدا كانوا بيتفنوا ويروح يلعبوا الماطر ما بالك انت في زروف كهرية زي دي كمان وبيجي يلعب كمان مباراة صعبة جدا ده مصري اتعلم هو من حسن حظ كهربا من حسن حظ الكهربا من حسن حظ الكهربا اللي اتاخد انه الاهل كسم ميديامة او لقدر لك ان الاهل كسم ميديامة كان يعاني كهربا عايز على الاوي وانا بصراحة بعد اداء مودست في المباراة شباب بل ازداد قلت كهربا مليار في المية الرجل هيبقى يبدأ بماطش ميديامة يعني بعد قبل ما يطلع القرار ان هو مش رايح او مش هروح المطش كان مطش باب بل ازداد كان بأداء مودست ده كان طبيعي ان الكهربا يبدأ حل